مادنة هي منطقة تابعة لمقاطعة بيندي ببلاية لغون الشرقية تبعد بحوالي 45 كم غرب مدينة دبع حيث خرج سكانها بكثرة لاستقبال وفد أبناء المنطقة المقيمين بالعصمة أنجمينة بقيادة كودي إزرائيل المدير العام للتضامن الوطني بيزارة المرأة والهدف من هذه المهمة هو تعزيز رسائل السلام ودعم مبادرات العيش المشترك والتعبير عن المساندة الكاملة لبرامج سلطات العلي المتعلقة بإنجاح المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وكذا العودة إلى النظام الدستوري هذا وبعد ترحيب رئيس اللجنة المنظمة لهذه المناسبة بوفد أبناء المنطقة الذي يقوده كودي إزرائيل تناولت ناصية الحديث رئيسة مركز إداري مدنة أمباي جيم فيفيان والتي أشادت فيها بالتضامن والترابط الوثيق الذي يجمع سكان وأهالي منطقة مدنة ببعضهم البعض أما رئيس البحثة المدير العام للتضامن الوطني بوزارة المرأة كودي إزرائيل وفي مستهل حديثه قال هدفنا الرئيسي هو وضع أسس متينة لتنمية منطقتنا وهذا لا يتأتى إلا بتضافر جهود جميع سكان مركز إداري مدنة لا سيما السلطات التقليدية والدينية وشدد كودي إزرائيل أيضا على أهمية السلام والعيش المشترك وضرورة التفاهم ونبز التفرقة من أجل الرقي بتنمية المنطقة وتقدمها وعضاف نحن في مرحلة انتقالية ويرأس هذه المرحلة شاب كرس حياته للمحافظة على أمن وسلامة البلاد ولا ذا لا يعمل لعودة بلادنا إلى النظام الدستوري لذا طلب من سكان منطقته مدنة تسخير كل طاقاتهم من أجل المشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور المرتقب والعمل على نشر وتعميم رسائل السلام وأهمية العيش المشترك هذا وقد شهد اللقاء الجماهيري رقصات شعبية تجسد العادات والتقاليد التي يتقيد بها شعب مركز إداري مدنة ونالت إعجاب الحضور اشتركوا في القناة